أعزائي الأوكرانيين والأوكرانيات بعض الملخصات لهذا اليوم أولا شكرا لكل من يعمل على إزالة آثار الدربات الروسية كييف هجوم باليستي منازل تدررت ومبنى أكاديمية للفنون هناك إصابات وحصل الجميع على المساعدة اللازمة الحمد لله لم يكن هناك أطفال في الأكاديمية كما تستمر عملية إزالة الحطام طوال اليوم أوديستا وميكولايف بعد الهجمات على منشآت الطاقة لم يكن الوضع سهلا فقد شاركت جميع الخدمات الضرورية وتواقم الخدمات وفي فترة ما بعد الظهر تعرضت أوديستا لضربة مرة أخرى وهناك إصابات بين المدنيين ولا تزال الوضع في المدينة خاركف صعبا بشكل خاص ولكن كل يوم يتم توفير التيار الكهربائي في المدينة شيئا فشيئا وأنا ممتن لكل من يعمل من أجل المدينة لكل من يهتم بالناس ويساعد الآخرين ومن المهم للغاية الآن الاهتمام بأولئك الذين يحتاجون إلى الدعم وحتى إذا كان الناس يشعرون بعدم الارتياح عند طلب المساعدة من الآخرين يرجى الانتباه لنفسك وكن داعما ولا تترك الناس بمفردهم مع الصعوبات ثانيا خلال النهار تلقيت تقارير من الجيش والمخابرات وجهاز الأمن الأوكراني والقائد العام للقوات المسلحة سيرسكي ورئيس الاستخبارات العسكرية بودانوف ووزير الدفاع في أوكرانيا رستوم أوميروف وكانت محادثات شاملة حول كيفية مواصلة الحدي من الإمكانات الإرهابية الروسية نحن نخطط لأعمالنا بوضوح وكان هناك أيضا تقرير لرئيس المخابرات الأجنبية لتفينينكو بشأن التهديدات القائمة وكان هناك أيضا التقرير الأسبوعي المعتاد لرئيس جهاز الأمن الداخلي ملوك على عمل جهاز أمن الدولة لأسبوع الماضي والموافقة على المهام لهذا الوقت وبطبيعة الحال قمت اليوم أيضا بتهنيات جنرال ملوك وجميع موظفي جهاز الأمن الأوكراني في يومهم المهاني كما يجب علينا جميعا في بلدنا أن نكون ممتنين لجهاز الأمن القتالي في أوكرانيا الذي يضرب العدو بقوة ويحقق الأهداف التي تشتد الحاجة إليها لأوكرانيا جنبا إلى جنب مع جميع العناصر الأخرى من قوات الدفاع والأمن أنا ممتن لكل جندي في جهاز الأمن الأوكراني وكل فرد في الخدمة الخاصة الذين يعملون بشكل فعال من أجل أوكرانيا ثالثا شارقت اليوم في إفطار وهو عشاء خاص يقام خلال شهر رمضان جنبا إلى جنب مع ممثلي الجالية الإسلامية الأوكرانية جنبا إلى جنب مع الجنود المسلمين مع ممثلي السلك الدبلوماسي لدول المجتمع الإسلامي العالمي وبالطبع مع ممثلي شعب تتار القرم لقد شاركنا معا كل من يهتم بأوكرانيا ومن يساعدنا وتم تكرم جنودنا ومع كل من حظي بشرف مشاركة الإفطار اليوم ومع كل من حظي بشرف مشاركة الإفطار اليوم فقد تمنوا السلام السلام الصادق والعادل لأوكرانيا وإلى جميع الشعوب التي تقدر الحياة مثلنا ومرة أخرى اليوم تحدث بوتين مع نفسه مرة أخرى وتم بثه على شاشة التلفزيون من جديد ومرة أخرى يلوم أوكرانيا مخلوق مريض وساخر الكل لديه إرهابيون باستثناء نفسه رغم أنه يتغذى على الإرهاب منذ عقود من الزمن فهو النافذ الأكبر للإرهاب هو وأجهزته الأمنية الخاصة وعندما يرحل سيختفي معه الإرهاب والعنف لأن هذا هو مراده وليس أحد آخر أشكر كل من يحمي الناس ويقدر الحياة أشكر كل من هو مع أوكرانيا المجد لأوكرانيا